السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف كنت أصدقاء المتابعين إن شاء الله تكونوا بأتم الصحة والعافية رجعنا لكم بدرس جديد اليوم رح ناخد الدرس الرابع من سلسلة تعلم أهم الأفعال باللغة التركية مع الجمال يلي ما شاف الدروس السابقة رح اترك رابط هاي السلسلة بصندوق الوصف الكل يروح يشاهد الدروس السابقة كثير مفيدة أبل ما نبدأ بهذا الدرس يلي ما لو مشترك بالقناة يشترك بالقناة وفعل زر الجرس لحتى يوصلوا جميع إشعارات دروسنا القادمة بشكل مباشر وبتمنى تدعمونا من خلال الضغط على الزر الإعجاب ومشاركة هاي السلسلة حتى تتعمل فائدة مع الجميع وزعكم أي سؤال أو أي استفسار اكتبوه بقسم التعليقات أسفل الفيديو وهلأ دعونا نبدأ بدرسنا عنا الفعل الأول اللي هناخده هو فعل اللعب اوينماك 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 اللعب اوينماك اوينما جزر الفعل اوينما لا تلعب ناخد مثال هل تلعب لعبة اوين اوينيورمسون اوين اوينيورمسون اوين لعبة باللغة التركية يوجد تركيب خاص اوينماك يعني اللعب أو التلاعب يعني لعب لعبة اوين لعبة اوينماك هو فعل اوين اسم اوين لعبة اوينماك هنا تم تصريف الفعل في الزمن الحاضر اوينيور اوين اوينيورمسون اوينيورمسون هل تلعب لعبة؟ مثلا هل تلعب معي لعبة؟ وممكن تجي بصيغة تانية هل تلعب معي لعبة؟ انه عم تلعب معي؟ على حسب الصياف بالجملة تنفهم اما سلبية او انه تكون ايجابية الان ننتقل للجملة الاخرى احمد دائما يلعب احمد دائما يلعب احمد هب دائما او نيويور يلعب لاخد فعل اخر المسامحة افيت ميك افيت هو ماخوذة من اللغة العربية التصافح او المسامحة او انه يعفو العفو افيت ميك افيت ميك افيت ميك المسامحة او العفو افيت ميك افيت سامح او اعفو افيت مي لا تتسامح او لا تتعفي ناخد مثال ناخد جملة هل سامحتني بني افيت مي 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 بني افيت مي ناخد مثال اخر سيني اصلا افيت مي سيني مفعول به يعني الكاف هنا سيني اصلا أبدا اصلا أبدا مثل هيتش أصلا هيتش يعني ثني هيتش أفتمام أو بنقول أصلا أصلا أفتمام أفتمام هنا تم نفي الفعل في الزمن الواسع أفتمام أفتمام ثني أصلا أفتمام لن أسامحك أبدا ثني أصلا أفتمام ننتقل للفعل الآخر الألم أو التوجع يعني أجمك أجم حد أجم إذا إجار بمفردة مثلا أجم بيبر فلفل حارة أجم بيبر أجمك بمعنى فعل كمان أجمك مثلا يؤلمني أجمك ناخد مثال قلبي يؤلمني جدا قلبيم جوك أجيور قلب قلبيم قلبي جدا أو كسيرا أجيور يؤلمني قلبيم جوك أجيور مثال آخر جنم أجيور جنم روحي أجيور تؤلمني تؤلمني روحي هو مصطلح بمعنى جنم أجيور يعني أشعر بالألم أو روحي تتألم جنم أجيور مثال ممكن نيجي صيغة السؤال كمان جنم أجيور مصن مثال هل تؤلمك مثال إذا واحد مكسور يدعو أو يجرؤ أو في عمي علم من شيء ما جنم أجيور يعني يشعر بالألم ناخد فعل آخر الشعور بالجوع أجيور 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 هو التألم آجيك إذا أضفنا كيف فقط أصبحت آخر بالجوع أجيك ماك أجيور مثال جنم لن검 هل تشعر بالجوع أجيقت مّا أجيقت مّا هل تشعر بالجوع هل جوعت يعني أجيقت مّا أجيقت مّا نعم نعم أشعر بالجوع كثيرا أو جدا أجيقت فعل آخر المبالغة أبارت ماك أبارت ماك هي المبالغة مبالغة بالأشياء أو بالإفعال أنت تبالغ كثيرا كثيرا أو جدا أنت تبالغ أنت تبالغ كثيرا أو جدا لا أبارت ماك لا أبارت ماك أبارت ماك أبارت ماك المبالغة في الماضي لا أبارت ماك لا أبارت ماك أخذ فعل آخر أقره نفرت مك نفرات مك نفرات مك نفرات مك يعني الكره أو النفور من شيء يعني مأخوزها من اللغة العربية هي النفر النفور أنه ينفر من شيء بمعنى الكره سان دان نفرات ديورم سان دان سان أنت دان من أصبح السان دان منك نفرات ديورم أكرهك أو المعنى الحرفي الألى أنا أقوم بالنفور منك يعني بمعنى أكرهك أو أنفر منك يعني أكرهك مثال آخر هل كرحتني بان دان نفرات تنما بان دان مني نفرات تنما نفرات التنما يعني نفرات تنما هل كرحتني ناخد فعل آخر الظن سان مك سان مك سان مك سان مك الظن سان ما لا تظن سان ظن ناخد مثال لا أظن ذلك öyle sanmıyorum öyle هكذا أو ذلك sanmıyorum لا أظن öyle sanmıyorum öyle sanmıyorum الآن جملة أخرى سان مك الظن ليس كما تظن سان مك الظن سان مك الظن سان مك الظن سان مك الظن جيبي جيبي مثل أو كما ليس كما تظن سان مك الظن هنا في لاحقة اسم الصلة تم إضافتها للفعل سان مك الظن سان ده ده هي لاحقة اسم الصلة والآن هو تدل على أنه ظنك أنت هنا لاحقةced الملكية سان ده هي لاحقة سان ده هي جيبي ده هي لاحقة يعني الذي تظنه يعني في بي ليس كما تظنه سان ده هي جيبي ليس بشيبي ليس كما تظنه لاصل جيبي ليس لأخف الثال آخر الطبخ بيشير مك بيشير مك بيشير مك الطبخ بيشير اطبخ بيشير مك لا تطبخ ناخد جملة من طبخ هذا بونو كيم بيشير ده بونو بو هذا بونو هذا الشي يعني هنا في لحقة المفعول به بونو كيم كيم من بيشير ده بالزمن الماضي الطبخة أو طه بونو كيم بيشير ده من طبخة هذا أو طه هذا يعني من الشخص مثلا انام يمك بيشير يور انام انام امي يمك طعام بيشير يور تطبخ انام يمك بيشير يور ناخد الفعل الأخير سحب النقود سحب النقود بارا تشيك مك فعل مركب بارا نقود تشيك مك سحب ممكن من نفس الفعل نحفظ منه فعل أو الجذب تشيك مك هو السحب بارا هو السحب بالضبط بارا بارا نقود تشيك مك سحب استيار بريد نأخذ جملة أخرى سحبت نقود بارا تشيكتن بارا تشيكتن بارا تشيكتن من هذا الدرس يكون نال إعجابكم إذا عندكم أي سؤال أو أي استفسار اكتبوه بقسم التعليمات في الفيديو ويادي ما شاف السلسلة مننا أولتها رح حطت ويادي ما علموا مشكلة ويادي ما علموا مشكلة أولي ما علموا مشكلة سأعرضكم الآن حتى تتم الفائد الأكبر عدد ممكان وطبطم بأمان الله عليكم ورحمة الله وبركاته